اشتركوا في القناة يلا كده مع بعض نشوف درسنا الوادي الجديد تقع محافظة الوادي الجديد في غرب مصر بالصحراء الغربية وجوها حار صيفا دافئ شتاء ولا تسقط عليها امطار الا نادرا وبها اثار كثيرة مثل معبد هبس واماكن جذابة مثل جبل الكريستيل تمت زراعتها على مياه الابار فاصبح اسمها الوادي الجديد ويوجد بها بحر الرمال العظيم وهو مساحة كبيرة جدا من الرمال الناعمة تمام كده يبقى عرفنا ان الوادي الجديد دي ايه محافظة من محافظة ايه مصر تمام كده برافو عليكم خلاص بيقول يبقى تقع محافظة الوادي الجديد في غرب مصر بالصحراء الغربية يعني ايه يعني تقع محافظة الوادي الجديد يعني توجد محافظة الوادي الجديد يبقى تقع معناها ايه توجد تقع معناها توجد توجد محافظة الوادي الجديد في غرب مصر بالصحراء الغربية طب عرفت منين قال من خلال الخريطة بتاعتنا اللي احنا تعرفنا عليها من خلال درسنا اللي فات معرض احب بلدي مش اعاخدنا ان الخريطة دي ايه بتوضح معالم المنطقة رسمي يوضح معالم المنطقة وعرفنا ان الخريطة فيها اربع اتجاهات شمال شرق غرب جنوب طب محافظة الوادي الجديد دي بتقع فين اللي بتقع في غرب مصر بالصحراء الغربية يبقى عرفنا كلمة الواجئة الجديدة ان هي محافظة من محافظات مصر تمام كده تعالوا نتعرف على جوها بيقولي جوها حار صيفا دافئ شتاء جوها في الصيف بيبقى حار لكن في الشتاء بيكون دافئ سبحان الله ولا تسقط عليها امطار الا نادرا يعني قليل جدا ما بتسقط عليها امطار يبقى نادرا يعني قليلا نادرا يعني قليلا برافو عليكم وبها اثار كثيرة مثل معبد هبس الآثار يعني حاجات موجودة من زمان يعني حاجات عريقة حد مثلا راح مثلا زار القصر وأسوان او مثلا زار مصر الأهرامات اهي الأهرامات دي تعتبر من الأثار مثلا المتاحف والمعابد اللي بنظرها اللي بنوح نشوفها في القصر وأسوان دي تعتبر برضو من الأثار طب الأثار الموجودة في الواجي الجديد قال لي مثلا معبد هبسوا قال لي المعبد ده بتكون فيه تماسيل فرعونية قاضبة تمام كده يبقى المعبد الموجود في محافظة الوادي الجديد اسمه معبد ايه معبد هبس تمام كده واماكن جذابة مثل جبل الكريستال اماكن جذابة يعني جذابة يعني ايه يعني جميلة جذابة يعني جميلة قال لي مثل جبل الكريستال الجبل ده قال لي سبحان الله شبه الكريستال بالضبط تمام كده تمت زراعته على مياه القبار القبار ده اللي هو البئر البئر ده اللي حفر يخرج منها الماء فأصبح اسمها الوادي الجديد وعارفين كلمة الوادي دي يعني إيه يا جنورتو قال لي الوادي ده مجرى الماء بين الجبل والتل بين الجبل والإيه والتل قال لي التل ده اللي هو إيه جبل صغير خالص يعني أصغر من الجبل التاني مشوا بيكوني على هيئة إيه رمال تمام كده ويوجد به بحر الرمال العظيم وهو مساحة كبيرة جدا من الرمال النعمة قال لي بحر الرمال العظيم ده هو مساحة كبيرة جدا من الرمال النعمة عشان كده سموه بحر الرمال العظيم عشان هو مساحة كبيرة جدا من الرمال النعمة وبكده يكون درسنا خلص في أي حاجة صعبة تعالوا كده نرجعوه مع بعض شوية تعالوا كده نشوف يلا قلنا مع نطقع إيه توجد تقع يعني توجد طب لو جت سألتك وقلت لك أين تقع محافظة الوادي الجديد هتقول لي إيه في غرب مصر بالصحراء الغربية برافو عليكم أحسنتم طب لو جت قلت لك صف جواه هتقول لي إيه حار صيفا دافئ شتاء أحسنتم برافو عليكم طب ماشي طب لو جت قلت لك يوجد بها أثار كثيرة مثل معبد هتقول لي إيه معبد هبس برافو عليكم طب أماكن جزابة مثل جبل إيه جبل الكريستال أحسنتم وقلنا معنى جزابة جميلة معنى جزابة جميلة برافو عليكم طب مش لو جت قلت لك صف بحر الرمال العظيم هتقول لي إيه مساحة كبيرة جدا من الرمال النعمة يبا لو جيت قلت لك صف بحر الرمال العظيم هتقول لي إيه؟ مساحة كبيرة جدا من الرمال النعمة تمام كده؟ يلا بنا نأكد على المفردات بتاعتنا من خلال الجداول بتاعتنا يلا بنا كده على المفردات بتاعتنا وأول جدول عندنا هو الكلمة والمروضف قلنا المروضف يعني المعنى يلا بنا كده نرجع مع بعض تقع يعني تو جد تقع يعني تو جد بروفو عليكم أحسنتم جذابة يعني جميلة جذابة يعني جميلة الأبار حفر يخرج منها الماء الأبار حفر يخرج منها الماء طب الواجي قلنا مجرى الماء بين الجبل والتل الواجي يعني إيه مجرى الماء بين الجبل والتل حار يعني ساخن حار يعني ساخن نادرا قليلا معنى نادرا قليلا طب معنى كثيرة عجيدة معنى كثيرة عجيدة معنى أصبح صار معنى أصبح صار وخلي بالك صار بالصاد مش بالسين عشان صار دي لما جاء لك إيه أصبح أحمد طبيبا يعني صار أحمد طبيبا لكن لو قلت لك صار أحمد إلى المدرسة يبقى ماشى أحمد إلى المدرسة صار التانية اللي رح فيها إلى المدرسة دي بالسين لكن دي بالصاد خلي بالك معنى أصبح صار بالصاد تمام كده يا جونيرتوم برافو عليكم تعالوا كده مع بعض الكلمة والمضاد ايه الكلمة المضاد المضاد اللي هو الايه العكس المضاد اللي هو العكس يلا عكس غرب شرق عكس غرب شرق حار حاجة حار يبقى عكسها حاجة ايه باردة بس انا قلت حار يبقى بارد عكس حار بارد صيفا شتاءا صيفا شتاءا كثيرة قليلة كثيرة قليلة الجديد حاجة جديدة بعكسها حاجة إيه قديمة أحسنتم الجديد القديم الجديد القديم كبيرة صغيرة كبيرة صغيرة الناعمة الخشنة الناعمة الخشنة بروnelle عليكم يلا بنا نشوف الجدو إلي البعض يلا مع بعض كده الجدو اللي عليك الدور الكلمة والجمعة يلا قلنا الجمع يعني أقصر من سنين أو سنتين تمام كده يلا جمع محافظة محافظات جمع محافظة محافظات جمع الوادي الوديان جمع السحراء الصحاري جمع معبد جمع جبل جبال جمع بحر بحار طب يلا بقعد كالكلمة والمفرد قلنا المفرد هو مدلة على واحد او واحدة تمام كده يلا مفرد امطار مطر مفرد امطار مطر مفرد اثار اثار وخلي بالك بص كلمة اثار الالف الاونية الف مد خلي بالك منها اثار اثار برافو عليكم مفرد اماكن مكان مفرد اماكن مكان مفرد ابار بئر مفرد ابار بئر مفرد رمال رمل مفرد رمال رمل برافو عليكم احسنتم يلا بينا مع بعض نرجع الاسئلة يلا مع بعض كان شوف الأسئلة وأول سؤال عندي بيقولي أين تقع محافظة الواجي الجديد يلا مين فاكر معايا من خلال الدرس بتاعنا تقع محافظة الواجي الجديد في غرب مصر بالصحراء الغربية أحسنتم يبقى أين تقع محافظة الواجي الجديد في غرب مصر بالصحراء الغربية السؤال بعد كده سيف جو محافظة الواجي الجديد عايزة أعرف جواها إيه إحنا قلنا إن جواها ماله حار صيفاً دافئون شتاء ويبقى نقول كده حار صيفاً دافئون شتاء بروفو عليكم يبقى لما أقولك صف جاو محافظة الوادي الجديد حار صيفاً دافئون شتاء نسأل اللي بعد كده صف بحر الرمال العظيم وصفنا النوع إيه؟ مساحة كبيرة جداً من الرمال الناعمة يبقى نقول إيه عليه؟ مساحة كبيرة جدا من الرمال الناعمة برافو عليكم أحسنتم يلا البعد كده بيقول لي أكمل أو عاتيني جملة وفيها إيه نقط خلاص بيقول لي توجد محافظة الواجه الجديد أثار كثيرة مثل معبد نقط وتوجد أماكن جذابة مثل جبل نقط قلنا في محافظة الواجه الجديد أثار كثيرة مثل معبد إيه هبس برافو عليكم وقلنا المعبد الموجود في الواجه الجديد اسمه إيه معبد هبس برافو عليكم وتوجد أماكن جذابة قلنا أماكن جذابة يعني أماكن جميلة قلنا زي جبل الإيه جبل الكريستال أحسنتم يبقى عرفنا من الأثار الموجودة في الواجه الجديد معبد هبس ومن الأماكن الجذابة أو الأماكن الجميلة مثل جبل إيه الكريستال وبكاد الأسئلة بتاعتنا تكون انتهت في أي حاجة صعبة فيها تمام يلا بينا نشوف القرائية مع بعض الكرائية بتاعتنا طبعا إحنا عارفيني إما شبكة مفردات إما خريطة كلمة أو كلمات على نفس الوزن أو حل إلى مقاطع صوتية تعالوا شوف عندنا أول حاجة في القرائية هتتكلم عن إيه النهاردة يلا أول حاجة عندي أكمل شبكة المفردات وعرفنا شبكة المفردات إن هو بيجيب لي كلمة وأنا بيجيب الحاجات المتعلقة بيها عندي كلمة أثار قلنا الأثار مثلا زي إيه سياح مش السياح بيجي ويشوف الأثار بتاعتنا تمام كده تعالوا نشوف إيه تاني متاحف معابد فراعنة برافو عليكم يبقى إيه الأثار بتبقى عبارة عن متاحف أو معابد أو فراعنة وطبعا إيه بتبقى إيه النس إيه بتجي من كل مكان النس اللي بتجي من كل مكان جي اسمها إيه سياح برافو عليكم تعالوا نشوف اللي بعد كده عندي بعد كده أكمل خريطة الكلمة يلا أكمل خريطة الكلمة اللي هي باقي بيجيني كلمة وأنا بيجيب الحاجات المتعلقة بها خلاص تعالوا كده نشوف الكلمة اللي عندنا كلمة كثيرة عايز يا ترى إيه عايز النوع والمرادف والمضاد والجملة زي ما احنا متعوجين في الخريطة بتاعتنا خلاص طب يلا كثيرة النوع قلنا اسم ولا فعل النوع يعني اسم ولا فعل طب يلا كثيرة ولا مغمط فيها تأمر بوطة تبقى اسم أحسنتم يبقى الاسم قلنا إيه بيبقى اسم إنسان أو حيوان أو نبات أو طائر أو بلد أو كلمة فيها ألف ولام أو كلمة فيها تأمر بوطة أو كلمة فيها تنوين أو كلمة فيها ياء ملكية فانا قلت لك الكلمة جي فيها ايه فيها تأمر بوطة تبقى اسم برافو عليكم طب يلا معنى كثيرة ايه قلنا المرادف يعني المعنى المرادف يعني المعنى معنى كثيرة عجيدة معنى كثيرة عجيدة طب يلا عكسها ايه المضاد اللي هو العكس المضاد اللي هو الايه العكس عكس كثيرة قليلة عكس كثيرة قليلة طب يلا ممكن جملة نقول جملة ايه مثلا اي جملة هتكون صحيحة بس اهم حاجة ان انا احط انا كلمة الكلمة اللي ايه في الخريطة بتاعتي لها كلمة كثيرة برافو عليكم يلا ممكن نقول ايه هذه اماكن كثيرة واي جملة صحيحة فيها كلمة كثيرة هتكون ايه صحيحة تمام كده يلا بعد كنا نشوف كلمات على نفس الوزن واحنا قلنا كلمات على نفس الوزن نفسها عدد الحروف واخر حرف ونخلي بنا لو فيها مد لازم الكلمة يكون فيها ايه مد يلا بنا نشوف اول كلمة معنا كلمة شتاء كلمة شتاء كم حرف واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة حروف اخرها ايه اخرها همزة وفيها مد ايه وفيها مد الف يبقى انا عايزة كلمة من اربعة حروف فيها مد الف واخرها ايه اخرها همزة ممكن نقول كلمة ايه مثلا فناء وممكن كلمة ايه نداء وممكن كلمة ايداني غيناء ممكن حد يقولي مثلا هناء هناء صح بس بص كده اخد بالك هناء هاي اللي هاي عليها ايه فتحة طب الشيتاء الشين تحتها ايه كسرة برافو عليكم طب ماشي طب ينفع كده هو بصي ممكن تمشي عشان احنا لسه صغيرين بس الاصح ان انا اجبها كسرة زي ايه شيتاء يبقى في ناء نداء غيناء برافو عليكم تعالوا نشوف الكلمة اللي بعد كده بيقولي صحراء صحراء دي كم كلمة كم حرف واحد نين تلائة اربعة خمسة خمس حروف اخرها ايه اخرها همزة وفيها مادة ايه فيها مادة الف تمامي بقى عايزة كلمة من خمس حروف اخرها ايه همزة وفيها مادة الف وفيها مادة ايه فيها مادة الف ممكن نقول كلمة ايه مثلا خضراء وممكن نقول كلمة ايه حمراء برافو عليكم يلا اللي بعد كده امطار امطار كم حرف واحد نين تلائة اربعة خمسة خمس حروف نخلي بنا واخرها راء وفيها مد ايه وفيها مد ألف طب يلا ممكن نقول ايه أمطار ممكن نقول كلمة ايه مثلا أشجار وممكن نقول ايه أخبار أفقار أحجار تمام كده يبقى فيها مد ألف واخرها ايه واخرها راء برافو عليكم تعالوا بعد كده جبل جبل كم حرف تلاتة فيها مد لا ما فيهاش مد يبقى عايزة كلمة من ثلاث حروف واخرها ايه واخرها ليه جبل عمل جمل وممكن نقول ايه عسل برضو برافو عليكم احسنتم وبكده يكون درسنا انتهى النهاردة في اي مشكلة جونيورتون يارب تكونوا استفدتم نذكر الدرس كويس جدا نراجع على الدرس من خلال الاسئلة ومن خلال المعين ومن خلال القرائية بتاعته تمام كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته